موسيقى النهاردة المؤتمر الصحفي للإعلان عن واحد من أهم الأحداث المرتبطة بالمنظومة الرئيسية في العالم اختيار مصر أن هي تستقبل وتستضيف الوادة المنظمة الدولية للمناشطات وأيضا المنظمة الأفريقية للمناشطات الحقيقة واجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة ده شيء مهم جدا 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 أنها تكون موجودة ولا يأتي إلا بثقة كبيرة جدا في هذه الاستضافة عن نفسي بشكر مجلس إدارة النادو المصري الحقيقة على الجهد الهادي بلا يعني ضوضاء عمل مدني بفكر وبعلم بشكل يعني لا تتخيلوه المنظمة المصرية للمكافحة المناشطات هي المنظمة المحلية الموجودة في مصر وهي تقوم بعمل أعتقد أن العالم كله الآن أو الوادع الآن للمنظمة الدولية تشعر بالجدية في مكافحة المناشطات في مصر ومراقبة اللاعبين والملاعب وكافة الألعاب وأنها موضوعية للغاية بالرغم من أننا نعلم أن معظم اللاعبين لهم شعبية هنا وهناك لكن العمل الجاد أعتقد أنه لا يستطيع أن يكون في أو يراعي الشعبية أو غيرها لأن هذه هي مصلحة قصر في هذا الشأن دي حاجة مهمة للرياضة في مصر أول مرة في تاريخ الرياضة المصرية تستضيف مصر اجتماع المجلس إدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المناشطات ده ما جاش من فراغ ده جيه بعد ثقة المؤسسات العالمية الرياضية في الرياضة في مصر الرياضة في مصر في الفترة الأخيرة حققت إنجازات مهولة وده بدعم من القادة السياسية والحكومة المصرية وزارة الشباب الرياضة المصرية والشعب المصر نفسه تخلوا أن مصر دي أول دولة في العالم تنظم بطولة عالم كاس العالم الكورتليات أثناء جائحة وهو ده اللي فتح الباب لكل البطولات اللي بعد كده مصر دلوقتي فيه ليفل وان أو بيقولوا عليها تير وان ليفل وان في الرياضة ليه؟ لأن احنا أولا فيه عدد من المدليات الأولمبية فيه الرانكيج بتاعنا بقى أفضل بنشارك فيه بطولات الرانكيج بتاع الولاد بتوعنا الرياضيين بتوعنا بقى كويس جدا في البطولات الدولية ومصر بتستضيف بطولات عالم كتير وفي الأهم بقى من ده كله أن كمان لنا برنامج مكافحة منشطات قوي وفعال فده بيثبت أن الرياضة نظيفة فإحنا دلوقتي حاليا حتى النادو بتاعنا اسمه تير وان نادو يعني على المستوى الليفل بتاعنا رقم واحد فعلشان يبقى فيه رياضة كويسة وفي نفس الوقت فيه مكافحة منشطات فده خلى الليفل بتاعنا يوصل ليه ليفل وان وافريقيا كلها ما فيهش غير دولتين بس في الليفل ده